مساء الخير و أهلا بحضراتكم و حلقة جديدة و كل يوم لو حضرتك قاعد قدام التلفزيون الأسبوع اللي فات كله عبارة عن 88 ألف محلل اقتصادي 88 ألف رأي اقتصادي 888 ألف نقض للحكومة كل ده حطه على جنب أنت لازم تدور على حاجتين إيه الحل و إمتى إيه الحل و إمتى و بعدين بقى نبقى نعمل ندوة للرأش نعب بقى نقول طب كان إيه السبب طب فلان طب أصل السياسة الفلانية طب أصل الموضوع ده أنا مش واقف عنده أبدا دلوقتي أنا اللي واقف عنده إمتى الحل للأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها و قال هينجح هذا الحل ولا لا و يا ترى عدد الضحايا لحد ما نلاقي الحل هيبقى قد إيه و مين يكلمنا مين يقول لنا مين يشرح لنا ده اللي أنا واقف عنده دلوقتي و فيه سلوك أنا هسميه سلوك الأزمة لازم يبقى عندنا احترام لبعض الأمور كي لا تتفاقم زي مثلا الأخبار الغلط يعني يطلع خبز زي النهاردة بتاع البنك المركزي ده قال لك اللي أصلح البنك المركزي قال لحد السحب ده قرار البنك المركزي طلع قال ما فيش أي شيء من اللي انتو بتقولوه احنا يعني هو أصدر بيان في هذا الشهن قال انه صدور تعليمات جديدة ده أمر مش صحيح البنك يعني مبكي على نفس التعليمات التي زادت من الحد الأقصى للسحب اليومي من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه للشركات والأفراد ما فيش أي حاجة زادت فما فيش داعي في وسط الأزمة ان احنا نقوم بسلوكيات تؤجج من الأزمة زيادة طيب على نفس الوقت انت متوقع وده طبيعي جدا انك هتلاقي إلحق الحديد غلي إلحق الجبنة زادت إلحق مش عارف إيه زادت ده طبيعي جدا يعني ده مش قبر ده التدعيات الطبيعية للأزمة اللي احنا فيها أنا بس عندي رجاء من الحكومة لحد ما نلاقي الحل هنعمل قيمة بالأولويات قيمة بأكثر الناس تضرورا وهنعد معاهم نكلمهم لحسن الناس دي بقى تتكلم روحها خلاص يعني بتوع الاقتصاد وبتوع التبعات الاقتصادية عارفين كويس جدا ان فيه الشريحة دي تقصرت الشريحة التانية تقصرت التالتة تقصرت كلهم حسب يعني نوع التأثير اللي بيجي عليه الحكومة بقى دورها الى ان تجد الحل تقعد مع الناس دي بس حتى تتكلمهم تصبرهم لانه فيه ناس بتقع يعني فيه ناس او فيه صناعات او فيه تجارات او فيه ناس عليها ديون او فيه ناس واخد قروض بالدولار او فيه تمانين الف حاجة ترتبهم بقى الحكومة بأولوية الخطورة وتقعد معاهم عشان بس تحسسهم انه هناك بارقة امل فيه المشكلة اللي احنا فيها ترجمة نانسي قنقر